نقش محافظ أرخبيل سقطر رأفة الثقل مع رئيس محكمة استئناف سقطر القاضي أحمد شايف لرواع أوضاع السلطة القضائية بالمحافظة وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي مرشد بعرفة ورئيس محكمة حديبو وقلنسية الابتدائية القاضي أحمد طنبالة ووكيل نيابة سقطر الابتدائية القاضي حسين الدعرهي إلى الصعوبات التي تواجه عمل السلطة القضائية والجهود المبذولة للبت في قضايا المواطنين وأشهد المحافظة الثقل بانتظام عمل السلطة القضائية في المحافظة مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بالسلك القضائي وتذليل الصعوبات التي تواجههم للبت في القضايا بمختلف أنواعها أولاً بأول فيما تطرق القضاء إلى المواضيع المتصلة بتطوير عمل السلك القضائي وإمكانية تنفيذ مشروع المجمع القضائي وحماية الأراضي الخاصة بالمجمع والمدينة السكنية والتعاون والتنسيق بين السلطة القضائية والجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتحقيق العدالة في المجتمع حضر اللقاء وكيل المحافظة رائد الجريبي ورئيس الجمعية السكنية للسلطة القضائية حمزة القيسي